بين الحقيقة أو بعض منها وبين خيال السينما البوليودية تجاوزت تفاصيل فيلم بنغالي من إنتاج كويتي حدود الواقع والمعقول حتى في عمليات التزوير البداية كانت من تغريدات لأحد المحامين معلنا تقدمه ببلاغ رسمي عن حالة تزوير بطلها عامل بنغالي انتحل شخصية طبيب كويتي منذ أوائل الثمانينات إلى هنا والأمر يحتمل البحث فصاحب التغريدات رجل قانون مسؤول عما يطرح من معلومات والتزوير وارد تغريدات المحامي خلت من وجود أسماء وتفاصيل أكثر من وجود نائب يقدم الحماية للطبيب البلنغالي المزور والذي قال إنه كان قد رشح نفسه لمنصب وزير الصحة في بنغلاديش رغم أنه يحمل الجنسية الكويتية باسم طبيب كويتي هاجر ثم توفي فعادت أسرته من أجل تسوية الميراث لتكتشف المفاجأة بالتزوير تلك الحادثة التي اكتفى بروايتها المحامي لكن التفاصيل البوليودية لمن تجرب اسم فيلم بنغالي كانت متداولة على الواتساب بقصة تتضمن تفاصيل مثيرة تجاوزت التزوير في أوراق رسمية إلى تزوير في الخلق فقد زعمت رسائل الواتساب أن العامل البنغالي المزور لم يكتفي بتزوير الأوراق الرسمية وإنما أخضع نفسه لعمليات تجميل جعلته شبيها بالطبيب الكويتي المزعوم هجرته إلى نيوزيلندا منذ أوائل الثمانينات كذلك تضمنت الرسالة البوليودية على الواتساب اسما لطبيب كويتي واسم قبيلته وافترضت أن النائب المعني بالدفاع هو النائب عادل الدمخي هنا بدر النائب الدمخي إلى نفي أن تكون له أي علاقة بهكذا قصة غريبة حسب وصفه وقال عنها قصة لا تدخل العقل وهذا الشخص لم أسمع به وليس لي علاقة به لا بالحقيقة ولا حتى بالأحلام واختتم تغريدته بهاشتاغ فيلم بنغالي كذلك حذر الطبيب الكويتي الدكتور عثمان العثمان من استخدام صورته التي تداولتها بعض رسائل الواتساب على أنها للطبيب المهاجر وحتى تتضح الحقيقة أعلنت وزارة الصحة أنها ستحقق تبقى التفاصيل مثيرة لمصطلح على تسميته فيلم بنغالي تم عرضه في دور الواتساب محمد الحياري الرأي